إذا كنت تستعدين للتسوق لشراء ملابس الموسم الجديد فابدأ بالتعرف على قائمة ألوان الخريف والشتاء لتلهمك بأفكار جديدة لاختيار ألوان إطلالاتك القادمة وطريقة تنصيقها لتضمن لوق عصري ومميز نبدأ بالأحمر النبيذي الداكن الذي يتصدر الألوان لهذا الشتاء ليعطينا شعور بالدفء والفخانة وأيضا الأحمر الفاتح ليتواجد أيضا بمختلف التصاميم كما أن الأخضر الجنزاري سيدخل بقوة لخريف والشتاء الـ 2018 ومثله أيضا الأخضر المائل للذهبي بهذه التصاميم كما نلاحظ وجود الأزرق البحري حيث تتصدر ألوان الباستيل الناعمة أجمل صيحات تصاميم الـ 2018 من الجاكتات والبليزر والتنانير والسراويل بالأضافة إلى الأحذية والحقائب أما اللون الرمادي يبقى على قائمة الألوان الشتوية التي لا تنتهي وهو لطالما ارتبط بفصلي الخريف والشتاء أما البيج الزبني سيكون له حضورا مميزا في التصاميم لهذا الشتاء وعن لون شجر الخريف الذي يعتبر واحد من الألوان الدافئة المناسبة لفصلي الخريف والشتاء ومناسب جدا أيضا لأصحاب البشرة السمراء وأخيرا ألوان المتلك التي تستمر معنا في موضة خريف وشتاء الـ 2018 لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تنطق بالفخامة والأناقة مع أمنياتنا لكم بشتاء مميز ودافئ ترجمة نانسي قنقر